بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة حلقة بنتكلم فيها عن كل الحاجات اللي بتشغل بالمصريين اليومين دول المصريون كلهم بيتكلموا في 3 حاجات دلوقتي هم بس اللي شغلين الشارع المصري أول حاجة موعد انتهاء الموجة الحرة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي واللي مكملة معنا من الأسبوع الماضي وهنشوف دلوقتي مكملة معنا لحد إمتى وإيه توجيهات وزارة الصحة العالمية والمصرية للموجة دي لأنه هي مش موجودة بس هنا في مصر هي موجودة في كل دول العالم وهي الأقصر سخونة على الإطلاق منزومية 23 ألف سنة هنشوف دلوقتي المفروض نعمل إيه في الأيام اللي زي كده والموضوع الثاني هو سبب انقطاع الكهرباء والأهم من إن سبب انقطاع الكهرباء هو موعد توقف انقطاع الكهرباء والحاجة الثانية المرض اللي تفشى هنا في مصر وموجود دلوقتي وبأعداد كبيرة والناس يا طرى بتسأل إيه الموضوع وإيه حكاية المرض اللي بقى منتشر في قرية في الصعيد وفي إناء والبحر الأحمر وبقت الاعداد بتزيد والناس لسه مش عارفة إيه اللي بيحصل ويبيان وزارة الصحة عن الموضوع أول حاجة نتكلم فيها مع حضراتكو هو موعد انتهاء الموجة الحرة أتكلم مع حضراتكو في الثلاث موضوعات دلوقتي بس ياريت لو حضراتكو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد تعلن أن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم كله وأن الغازات النتيجة عن الانبعاسات الحرارية هي المؤدية لشدة حدة الرطوبة في الجو وشدة حدة الموجة دي وقالت كمان إنه حالة التقس خلال شهر يوليو وأغسطس الأعلى رطوبة على الإطلاق يعني شهر سبعة وشهر تمانية يعني معنى كده إن الموجة مكملة معانا شهر سبعة وشهر تمانية كله هقول لحضرتك لا استمرار الموجة الحرة وارتفاع درجات الحرارة للأسف هتسجل أربعين درجة في القاهرة واربعين واربع واربعين درجة في جنوب البلاد الدرجة المحسوسة في الظل تمانية وتلاتين درجة مقوية لحد إمتى هتستمر معانا؟ هتستمر معانا لحد يوم التلات القادم خمسة وعشرين يوليو بعدها تبدأ تنكسر موجة حدة الموجة وبعد كده الأرصاد الجوية قالت لنا أنه الموضوع بيبدأ يرجع شوية شوية لحد ما نرجع للأجواء اللي هي الطبيعية أي وحر ولكن مش بالطريقة اللي احنا فيها دي تبقى درجات الحرارة ما بين 34 ل32 ل34 ل34 ل36 وبتعلى شوية وبتنزل شوية لكن مش 40 و44 طيب المنظمة العالمية الأرصاد الجوية قالت أنه في حاجات لازم حضرتك تكون عاملها في الأيام دي لازم في حاجات لازم تعملها أول حاجة هترتدي الملابس الصيفية الخفيفة يعني ملابس تكون أول حاجة مكونة من القطن أو مصنوعة من القطن وكمان تاني حاجة تكون فضفة ووسعة والحاجة التالتة تكون ألوانها فتحة لأنه التلات موصفات دول في الملابس دي بتبرد الجسم بطريقة صحيحة أي حاجة من الحاجات التانية يعني لو حضرتك لابس حاجة لونها قاتم طبعا عارفين طبعا الألوان الغمأة تمتص درجة الحرارة بتخلي الجسم ما بيعرفش يعني بيتم فيه تبريد داخلي كمان لازم حضرتك تكون متواجد في أماكن لازم ما تكونش متواجد في أماكن غير جيدة التهوية يعني لازم يكون فيه تهوية جيدة الحاجة اللي بعد كده ما تمشيش في الشمس الفترات طويلة ومن الساعة 12 للساعة 4 عصرا عدم تواجد الأطفال والكبار في الشوارع مرضى الحساسية والأمراض المزمنة لازم يخلوا بالهم في الأوقات دي ولو حضرتك لاحزت عليهم أي أعراض غير طبعية لازم حضرتك بتلقينهم للمستشفى فورا لأنه فيه حالات كتيرة جدا 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 لا قدر الله حصل لها حالات وفاة في كل دول العالم بسبب الموضوع ده طيب الحاجة اللي بعد كده عدم تناول القهوة والشاي والإكسار منهم والإكسار من المشروبات الباردة ده كده بالنسبة للموضوع الأول وموعد انتهاء الموجة الحرة يبقى احنا يوم الثلاث القادم إن شاء الله إن شاء الله يكون آخر يوم للموجة الحرة الشديدة دي الحاجة اللي بعد كده والمهم جدا 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 طبعا كلنا شايفين مع الموجة الحرة الرهيبة دي عندنا انقطاع الكهرباء كلنا في مصر تخفيف الأحمال ده شغال على كل المصريين كل محافظات مصر فيها تخفيف للأحمال طيب يا طرق ايه موضوع قطع الكهرباء رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء قالونا امبارح إنه السبب نتيجة للموجة الحرة وزيادة الاستهلاك على الكهرباء ترتب عليه زيادة استخدام الغاز المستخدم في توليد الكهرباء مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز في الشبكات المؤدية للمحطات الكهرباء مما أدى إلى تخفيف الأحمال في استخدام الكهرباء من يوم الاثنين الماضي كان عندنا عجز حوالي 3200 ميجاواط طبعا ده خلى إنه الغاز الغاز اللي حضرتك بتستعمله في المولدات هو اللقليل ما إحنا عندناش مشكلة في القهرباء يبقى اللي قلتهلنا رئاسة الوزراء إن المشكلة عندنا مش في القهرباء المشكلة عندنا في الغاز يا جماعة طيب ما عندناش موعد مبدأي لنهاية تخفيف الأحمال لا عندنا زي ما قال لنا رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء ما ينفعش يا جماعة الأسبوع اللي جاي لو لا قدر الله ده ما حصلش ما تقوليش ده ما حصلش أنا أقول لحضرتك البيان اللي صدر من رئاسة الوزراء قالولنا إنه الأسبوع القادم إن شاء الله في نصه ده آخر يوم لتخفيف الأحمال عن كل المنازل كل المصانع عن أي حد في مصر يعني تقريبا يوم الاتنين المقبل آخر يوم هنشوف فيه تخفيف أحمال المشكلة هتنتهي إن شاء الله تماما ده بحسب كلام رئاسة الوزراء طبعا إحنا شايفين مصانع بتتعطل زراعات بتموت أجهزة كهربائية في البيوت طبعا بازت موجة حرة رهيبة جدا جدا يعني جدا على الناس الموضوع رهيب جدا جدا كلنا كلنا مش قادرين نتحمل اللي بيحصل ده خالص الناس ملهاش أي حديث في مصر كلها غير عن موضوع قطع الكهرباء فحبيت أقول لحضرتك بالنسبة للموجة الحرة آخر يوم إن شاء الله الثلاث القادم وبالنسبة للموضوع تخفيف الأحمال آخر يوم بحسب كلام رئاسة الوزراء مش كلامي يوم الاتنين القادم إن شاء الله برضو الموضوع الثالث اللي شاغل الناس كلها موضوع المرض اللي موجود في إنا والبحر الأحمر حم الدنك أو حم الدنك زي ما بيسموها المصريين هي اسمها حم الدنك ولكن مصريين بيطلقوا عليها حم الدنك طيب مين اللي تكلم عن الموضوع ده اللي تكلم عن الموضوع ده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية قال إن حم الدنك موجودة بالفعل في مصر باعتراف من الدولة وهي حم غير فيروسية تنتقل عن طريق النموس أو البعوض التي تنقلها نموسة اسمها إيجيبت باي يعني حتى النموسة اللي بتنقلها متسمية باسم إيجيبت إيجيبت باي بالفعل فيه إصابة جماعية في إحدى الكرة المصرية والسبب وجود النموسة دي وجود مية رقدة يعني النموسة دي موجودة في مية رقدة في مكان في القرية وكمان الموجة الحرة طبعا زادت من زيادة الحمى لأنه طبعا عارفين الحمى دي يعني بتتسبب ارتفاع في درجة الحرارة كبير جدا وكده كده أصلا درجة الحرارة دي مخاليا الإنسان الطبيعي جسمه سخن حبتين طبعا النموسة بتنقل الفيروس وبعد كده بتتحول لجسم ناقل للفيروس يعني هي بتاخد الفيروس وبعد كده بتتحول لجسم ناقل للفيروس أي حد بعد كده بتعضه بتنقله المرض الأعداد بالفعل كبيرة الأعراض بتتعالج منزليا بأي غدوة خافت حرارة زي البرستامول وأحيانا بتتوجه حضرتك للمستشفى لو في حال درجة الحرارة وصلت تسعة وتلاتين درجة مئوية السؤال اللي بعد كده هل بالفعل المرض معدي يعني ممكن يتنقل لمصر كلها زي ما شفنا كورونا وزي ما شفنا أي شيء تاني أو أي فيروس تاني هقول لحضرتك لا زي ما قال لنا برضو الدكتور محمد لا المرض مش معدي مش بينتقل عن طريق الإنسان زي كورونا مثلا عادي جدا أن أي مريض بالمرض ده يركب مواصلات يتنقل ما بين الناس عادي جدا لأنه ما بيتنتقلش عن طريق مثلا العطسة أو عن طريق النفس أو أي شيء لا الموضوع مختلف تماما يعني لا داعي للقلق الموضوع مش مرض معدي مش وباءه هي تفشة في مصر زي ما بنسمع ولا أي شيء خالص المرض ده مش جديد أصلا على مصر كان موجود قبل كده ودي مش أول سنة يكون موجود فيها ولكن المنطقة دي بالفعل بيبقى موجود فيها يعني زيادة شوية كل سنة ولكن اللي زاد إنه خلى الموضوع زاد حاجتين إنه المنطقة دي فيها مية ركضة كتيرة جدا والحاجة التانية موجة الحر الشديدة جدا جدا ساعدت الفيروس على الانتشار وساعدته على إنه يكون موجود ويستوطن في جسم البني آدم ويزيد من درجة حرارته زيادة ولكن الكلام اللي كل يوم بنسمعه مرض غامض بيصيب الأطفال بيتنقل بين البني آدمين كل الكلام ده مش حقيقي هي دي حقيقة اللي بيحصل الأعداد أيوة كبيرة ولكن موجودة في المكان ده بس مش أي حد هيتنقل اللي يروح مكان تاني هينقل المرض النموسى دي هي بس اللي بتنقل المرض مش البني آدم يعني البني آدم ما ينقلوش لبني آدم هي النموسى دي هي دي اللي بتنقل المرض بتتحول بعد ما هي اللي تاخد المرض لجسم ناقل للمرض كل حد بتعضه بتنقل له المرض هي دي كل الحكاية أتمنى إنه أكون جاوبت حضراتكو عن كل التساؤلات اللي كانت ممكن تكون في بال حضراتكو ولكن عايز أقول لحضراتكو كل معلومة قلتها لحضرتك معلومة موثقة ألها حد من الشخصيات اللي أنا تكلمت عنهم يعني هو المسؤول عن تصريحه أي تصريح من التصريحات دي حقيقي أو غير حقيقي هو المسؤول عنه أتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكو وياريت لو استفدتم معلومة موحدة ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وأشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله